اشتركوا في القناة قد نأينا قليلا عن كلام السينما وصدفنا الشاعر والروائية والإعلامية اللبنانية جمان حداد في عدد خاص اليوم العدد العشرون ارتأينا أيضا أن نقدم عددا خاصا مع ضيف خاص من بني جلدتنا هذه المرة معه لن نبتعد كثيرا عن السينما لأنه أصلا يشتغل وبدون ارتياب سيشتغل مستقبلا في السينما وإن كان لا يتقن فقط حديث السينما حسن الفد تعرفه تقريبا كل البيوت المغربية وجه مألوف عند المغاربة وقليلون قليلون جدا من يشتغلون بالقلم قبل أن يعبروا أمام الكاميرا ليبدعوا في الكوميديا في رمضان سلسلة تمتد على مساحة زمنية من دقيقتين أو ثلاث فقط صارت تقسا من التقوس شبهة اليومية للمغاربة قلت حين يكون هناك اشتغال جاد من الفنان يكون رجع الصدى إيجابيا من الجمهور هناك كوميديون مرهقون لأننا لا نخطئ تقدير قيمة أعمالهم الهزيرة وهناك آخرون من ضمنهم ضيف الأفبام نطلب ودهم في عقل بيوتنا لأننا أيضا لا يمكن أن نخطئ تقدير قيمة أعمالهم المحترمة التي لم يتنكرها للمجهود المبدول فيها إلا جاحد أو حقود ونعبر حسن الفد في سبيل المرميد مثل كل ضيوف الآخرين نخدعه للمسألة حان وقت العبور لسؤال سيحة سيحة الفد بزاعة كتخليع صعب طيعت من النصب الموسيقى لا كذبانش كتخافة سيحة سنت أنا أخوافك بي مرحبا بك بعدها أنا مستعدا والسعادة بأنك تكون لنا ضيف خاص في هذا العدد العشرين شكرا جزيلا لك شكرا على الدعوة مرحبا بيك واخا استعدت دي حسن مرحبا بيك مرحبا بيك سيحة سيحة الفد الأعمال الكوميديا اللي عملتها في السنوات الأخيرة للتلفزيون بينتي فيها بأنه تبارك الله وصلاة عن نبيع لك كتوفر على الدكاء وضابط الحرفة عارف الجمهور المغربية كي يستحق حاجات في المستوى وراك جتهتي وحتى أنا ما نقدرش نزيد نتكلم في هذا الموضوع وفي هذا البداية قاعدين نحاول نركز معك بالدرجة الأولى على مشاركاتك في أعمال سينمائية اللي في الحقيقة والله ما فهمت كل البسات ديالديك الأدوار وكيفاش حتى تبادر لدهن ديالك أنك تشارك فيها ممكن سيحة سن نرى هذا الاتجاه ديالسينما اللي بغيت بغيت السينما نبدأ معك بواحد دورة سي حسن الفد اللي عملته في الفيلم السينمائي ياريت ديال سي حسن بن جلون 93 93 اللي سبق ليه مر من المكان اللي انت فيه كنت باقي صغير شي شوية وقيلة وكان مازال شوية الشعر كتيف ونحيه في البنية الحاجة اللي ما فهمتهاش هي ديك الحركات بهلاوانية شي شوية اللي كنت كتعمل في الفيلم ربما كنت كتحاول تضحك بها دا بواش إلا عوتي شفتها ما كتجيكش أسي حسن شي شوية ديال الشفقة على راسك خليني نقولها بعد طريقة هذي وتقدر تقول ناري كنت باغين نضحك وصدقت شي شوية عامل ديك في راسي ما شي أنا اللي كنت باغين هو الشخصية اللي لعبت هو الشخصية شخصية تقيلة الدم أصلا إلا قلت لها الكلام هذا معناه أنني نجحت في المهمة ديالي لأن هذه الشخصية اللي لعبت هي الشخصية ديالوحد للولد كي بغي يعجب البنات كي بغي ضحكهم وهو ساخيف إذن من سبيلي أنا أديت لواجب ديالي كما ينباغوا كما ينباغوا واخ يعني كالسيناريون ديور هكا نقام عاك في سينما ونزيدون بينواف حزفر محببا بي محببا بي لابتي مع عمر شريبي جوج ديال أفلام قصيرة فابولا وليميا بان بنحصل واحد نوع ديال الانتجام بينك وبينو لكن كان عندك شوية حضور بسيط نقدر نقول هكذا في سر المتروز كنا كنا نتمنى نشوفك باطل فيلم مادمتي لابتي معاه البطولة المطلقة ديال فيلم الرحمال اللي لتدحنا عمر شريبي أربما وكان بغي يعود الفشل الدريع ديال سر المتروز في القاعة هذيك المشاركة والمر شريبي كان هو المنتج ديال نينجا أول عرض فكاهي ديالي وصديق واني مشتغلت معه بجوش ديال أشيطة قصيرة لولا دياله هذيك مشاركة سيتون تقتيشيباسيو أميكال درتها حتى في مونة صابير درتها مع جيروم الكوهن المؤخران درتها مع هذيك مشاركة صداقة ماشي مجاملة يعني يعني كعيت لك صديق ديالك تدير دور صغير لأنه لأنه الكاستينك ما كيعطيك في الدور الأول واخ وفوسط هذي كنتي عايشه على كل حال فيما يخص مشاركة في أما السينمائية العلمان بأن الفيلم ديال الرحمة فيلم مزيان هذا رأيي فيلم ديال الرحمة فيلم مزيان وعجب الناس وبقوحة قليل عليه لأنه لمن تنديلوا الأفلام لمن تنديلوا أفلام الناس تنديل الأفلام جمور ولكن مكينش غير هذا المعايير لا كين معايير كتير لا والفنانين فيما يشتغلون معايير يلا خذ كما قلت لك مازان الرحمة حنا عليك الله بواحد الفيلم مع أحمد بولان اللي لاعتي فيه دور عبارة ديال حنا عليك الله إيجاب الله أو لاجاته لنهو مادم قلت لي بأنه حينا لنهو مخش الله على ذلك الشيء الأخر حنا تحسن لذلك الفيلم لا لا تعبير تعبير ضحكني نغير تعبيري اللي أبغيتي نعم زيان لا أحمد بولان اللي لابسي فيه دور بطريقة جدة ديال الشخصية شابة متمريدة تورية في الفترة ديال الهيبيزم علي رابيع والآخرون هنا فهمنا بأنه حسن الفد ماشي بالضروري دعك الممتل خاص يدي أدوار اللي فيها تهريج معندوما يعني هناك انتبانت بطريقة واضحة ولكن ولكن رحمة اللي تكلمت عليها السيحاسان الفد راح تهو في الجامهيريا نتقلت لك الرجع السادة إيجابي من الجمهور أنا نقول لك لأشلي لأن ما وصلش لديك المستوى ديال مواقف الكوميديا المفارقة الپارادوكس اللي تقدر تخلي الجمهور يكتشف أشياء جديدة قصة بسيطة قبل سيطة ديجا ديجا لكن لا يجب أن تحرر الاختيارات سؤال سيحاسان وعي بأن بحال هذه الأعمال هذه ممكن تخلق لك نوع من النجومية كنت ربما كنت تخدم لا مرة درت الفيلم لكي نخدم هذه مسألة مهمة جدا أنا لم أدرك الفيلم أولا باش يعني نخد أول باش ندبر على الصريف نهائيا هناك مجالات أخرى اللي فيها مشاريع غذائية ولكن أنا لكي نخدم شوش نقول لك اللغة العربية غيرو وكنت واعف ديك الوقت بأن وما يمكن تخلق لك النوع من النجوم يا هل 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 شوف حتى مش روح حتى أنت تتكلم بحالي لكن في المغرب ديز انجو كبار لا أنا ما قلت لا يعني غذي يحقق وغذي يجيب النجوم لي هو المغرب واحد السوق صغير ومغرب 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 يجب نحن يجب أن يجب هم ومغرب لا يجب الله وخا على هذا نفهمت ذكرت قبيلة دور ديالك الذي خذته عليه جائزة في الإسكندرية مع حمد بولان في رابع والآخرون كيف ما قلت لك ممثيل يشتغل مع مخريج وفق مشروع سينمائي ولكن للأسف هذا المشروع تبان تبنية اللابينة ومن بعد تهدم مباشرة نقول لك لماذا لا أقول لي نمشي مثلا بسبعي الجهد اليسر علي رابع والآخرون مباشرة مع نفس المخريج من بعد يأتي واحد تاليفين ونمشي بسبعي لي من أنا وأمي وأبوتين ما كانش علاقة نهائيا وهنا في اليسر كان تاريخ وكان اضغام فعلي رابع آخرون وهنا في اليامين كان واحد السوريالية وحاول محاولة إضحاك بطرق شوية كانت غير معقولة ولا دعي باش ندكرو بالمضامين ديال التاليفين شتيش نبريت نقول لك السوق وقال كان بغي هادش هذا ممكن تشارك في عمال لي قوي ومن بعد مع نفس المخرج أو تاني كي يجي وما يمكنش هنا أو ما ناخش المسائل بجدية لا العبارة ديال فو باس بخندغ سيغيو ماشي هي استخفاف بالمشاريع ماشي هي يجيب العمل بجد ولكن من نخطيش نفسنا بجد أنا نفس تصدر لك الفرق ما بين الفيلمين هادك شارية طويل هادا ديال بولان تاني هو تاليفيلم أول تاليفيلم ديال بولان جا مباشرة موراه جا مباشرة والمشكلة أن هذا الفيلم المصار دياله أعرف وحد البطر في السيناريو دياله وحد الأسبوع قبل التصوير كيفاش كان عنده وحد كان فيلم جميل جدا سيناريو طموح هادك أنا وبيتينا وأمي ولكن وحد الأسبوع قبل أنا كنتذكر وقعت غير في السيناريو لأن ما كانش الفيلم سيتارود موفي وفي ملاحقات ما بين الشرطة وبعض الشخصيات إلى آخره فتبين بين ذلك الملاحقات ما قدرش نديروها علما بأن في الفيلم كتجسد وحد الجوز خموز ديال الشاريط مدير في البورسويت سيدي كورس بورسويت ما بين الجاندار والشخصيات إلى آخره تبين بأن على على الواقع ما قدرش نديرو ذلك البورسويت كانت أحفوظ من الجهات المسؤولة إلى آخره فالطر أحمد أنه يدير تغيير على السيناريو وخفاف السيناريو واللي خفيف يعني يوصل مدة زمانية معينة باش تكون في شروط تيلي فيلم اللي تبت في تلفازة وعلى الورق كان قوي قوي ولكن ملي جينا نسجزه وحد أسبوع قبلها ما بقاش عدنا الوقت في واخر خرجوا شوية من الدوامة هذه ماشي دوامة نحن نداول نحن ماشي دوامة واخر قدروا نتفقد على واحد المسألة النجوميتك ما ما جاتش من السينيما على كل حال جات من تلفزيون ومن الإشهار ومن الوانمان شو اللي تحتضم من مؤسسات تجارية في بعض الأحيان أو لا ربما في كاملها ما عرفت شانا انت اللي يتأكد لي الأعمال التلفازية النجاح ديالها ما كنش متسعة لوقت باش نتكلموا عليها لأنه الجمهور المغربي كي عرفة سي بي بي كانال تخونت سيس وشاني ليا تيفي أعمال اللي في بعض الأحيان كتتمرر التاع اليوتيوب كتكون مدعامة ولكن كتكون أعمال قوية ناجحة تفقين في هذه المسألة هذه ما بغيتش نهضر عليها لا ما بغيتش نهضر عليها أعلي لأنه ربما شوف في التقديم وهذه سنوات هنا في طنجة وقبل العرض كي يكون إشهار كبير ومدير تسويق إلى مازال مخانت نشتانة أو الذاكيرة ديالشركة المحتضينة كي يخطب وتوزيع ديال أوراق ديال طنبولة وفي النهاية ديال العرض الإعلان على اللي ربح المنتوج ديالشركة ديالشركة شركات اللي كترافق فنان باش أنه يوصل وإلا ربما يقدر يكون جهود كبير لا عرض اللي حضرت لي هو عرض تجاري محد أوروشو كتدير واحد شركة اللي تقتار تقرن هذا الحدث مع واحد الحدث فني لاش باش تكتب الناس وتكلم لهم عندنا تجدي لها وتشرح ومن بعد يجي العرض الفني هو أولا وقبل كل شيء عرض تجاري ديالش هذا كان عرض تجاري حساب هذا الوصف اللي اعطيت لي إنما كانت عرض خرار ما حضرت لها اللي كيدخل الناس الجمهور كيدخل 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 عرض ما كيكون باغيني باغيني أنا أنا هل تقدر تدير راديو وتدير تلفازة بلا باغيني ممكن ش باغيني ايو 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 انا انا امشي بطريقة اخرى هو ما كان مشول للجانب هذا ما عيب هذا ما نقول لك داب كو تكويري باغيني باغيني سميت سميت عادية ولكن حين تفنان مخصوش يكون باغيني لا ما بشكل فردي ومنين ولا تمورك مؤسسات في بعض الأحيان مؤسسات قوية ساعدتك باش انك تبين الدكاء ديالك وتبداع كان عارفو حتى من غير الوامانشو كان عارفو متهم فرمضان راه المؤلين هو اللي كيتحكم في الأعمال اللي كتتعرض في أوقات دير وها نقدر نحلف وتخليني نحلف ونقول والله هاد الشركة اللي الهدف ديالها هو تخلي بندم يستهلك باش هي تربح ما كنتي توصل لهاد النجومية ما تعال حلف ما نقول لك حلف حلف بتحمل المسؤولين أولا نستعرف أن العلاقة ديالي مع الإشهار أول مرة الاحتضان أول مرة كالعقل اللي تحتاضن فنان كتعرف أن كين احتضان في الفنو التشكيلية في المغرب بنوك تحتاضن فنانين تحتاضن تحف فنية مؤسسات تحتاضن رياضيين طبعا شيء طبيعي أن الاقلاء احتضان الأولى هل ممكن تكون نشاط ثقافي والرياضي طبعا لا تفق مع أنا بالأكثر أنا مشيت في الجاني بأن تشير وربما بأن المغرب لو كان يدار مثلا هذا وتولي المسائل واضحة بهذا شكل كم أنت تعمل ممكن ما يكون فيه غير أفداد من كل نحاء المغرب كان هناك استثمار في الشباب واستثمار في المواهب اللي كين في المغرب كامل بها الطريقة كل شيء سيبين لديه شيء طبيعي لأنه يجب أن الاحتضان فيه استفادة متبادلة لأنه تحتاج لك مؤسسة أو ماركة كتصورة لها لأنك تستغل هي الراسيد المودة لديك وفي نفس الوقت تعطيك الوضعية اجتماعية التي تشتغل فيها برحة برتاح تبدأ في دروف صحية هاتش اللي نقول لك عندنا إعلاميين في التليفيزيون بالخصوص التي يتم الاحتضان ديالهم الأدكية يكونوا بينهم وأغبياء الذين يردون بعض المرات يكبر الغذاء ديالهم وغير كانت هذه المسألة الاحتضان ولكن لم يكن يحتضن بحال ذلك شيء الذي يدر مثلا جاميل دبوز مع السكتور جابوا من غير الزم في الجزائر الباريز وصنعوا ولمشهور ودخل بيناتكم رجل المال والإشهار وجمعكم بجوج وقال لكم شوف الله يجازيكم بخير ديروا شيء باركة في التليفيزيون نسال فد وهو السكتور وسميوها الديوانة ديواني مغربي وديواني جزائري نقالسين واحد حدا الاخر ويهضروا للمدة خمسة دقائق تقريبين أو لسة دقائق لكشي شوية كان عيانة سيحاسن وخد دعم تليفيزيون كدروا بعد المرات بعد الأخطائق ديوانا المشكل دياله الشفعلي الموضوع أما هو من الناحية الفنية كان وقع واحد سوء فهم واحد سوء فهم كبير أثناء الكتابة دياله لأن المخرج كاعتقد أنه يكتب المجتمع المغربي ديال 2012 و13 إلى آخر ولكن هو عنده مغرب فراسو قديم لأنه عنده أصول مغربية إلى آخر أنا لم أطلع على السيناريو حتى قرب الوقت لم يكن ممكن أنني نوقف المسروع وكان عراقي القبل وكان ضروري لأن عندي الناضل من أجل تقارب الشعب المغربي والشعب الجزائي أنا عندي نيتي هي هذه وباقي نشتغل عليها ولكن من ناحية التقنية من اللي وصلنا كان كثير لأن 60 تقريبا 60 كابسول صورنا في هذا ما سنبدأ نبرر إنما أنا كنت تحمل مسؤولية الفطور اللي كان في السلسلة ولكن سنعطي واحد القضية وما ستبال لك ربما الأخطاء ديال الديوانة هي اللي خلتنا نديرو الكوبل هذي تجريبة بالنسبالية ديال الدوانة هي اللي خلتني نستطمر في الكوبل إذن المسبالية هو عمل اللي استافدنا منه كاملين أما شكل احتضنو شكل خلتنا خلتنا سنسلو هذه المسألة لإحتضان سنسلو سنسلو أنا لم تكن احتضان تشوفني شينار مالك السيرو ولكن نجي وقل غير سؤال الخير في الجانب وقل في النهر المغربي مسكين كيف كنت لبي لي سنسلو أشوف أخلي نجي غير آخر سؤال في الجانب ونسدو هذا القوس على حساب علمي شي شوية في علم الإشهار أن كل ما أصبح المرويج المنتوج محبوب بحالك سيحاسن الفد كل ما زادت الماركة ترصخات في عقل المعجبين دياله وشعرف ده سيحاسن أن كتلعب ربما شوية دور خطير وكبير وكتساهم في ترصيخ منتاجات اللي محدها كتتروج وصحابها كيراكمو في الأموال كتعطي وقيلة سيحاسن الفد كتر ما ما كتاخد أو نزيد قاعدة نوضح هكذا ربما كيربحو على ظهرك وكيستغلك أنت سيحاسن الفد يعني أن كتستحق كتر شكرا كناك تمس شهير خدم معك كران يبي خير عليها لا لا أنا كنظن بأن أخص واحد يكون واقعي المستشهرين في المغرب عنده واحد السوق فني صغير أصلا والسوق ديال إشارته هو صغير من أهم أسواق في إفريقيا ربما من أهم الأسواق في العالم العربي ولكنه كيبقى سوق صغير وعنده واحد مجال فني اللي يقدر ينهل منه النجوم والشخصيات اللي عندها رسيد مودة عند المتفرج قليل كن عندك سفاراء ديال الماركة ديال كل عندك ناس اللي يمروا الصورة ديال ويعطيوها واحد صبغة محبوبة عند الناس أنا لنا العقد يتنذير ما فيهاش غبن يعني واضحة مرتاح لأنه لأنه ذلك شي لي كين يعني ما غدش تقدر تأخذ كتر من هذلك شي وما يمكنش نخطط قل من ذلك وكنضن أنها فيها غانيون غانيون كل شي رابح وكتبوها طريقة خاطئة رزع ما ديال العورية ديال راديو فمزي مشي 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 نخرج شوية من هذلك حسان مرحبا بك ونمشي معك المجال اللي انت متقلق فيه الكوميديا عندك سبكتاكل عين السبع ستاند ولكن أنا بغيت نرجع معك الوان منشو نينجا نعم من عرفتك جاي عندي سيحاسن والله جايك بخير حي تجيت في هذا العدد بارك الله مشيت وعود تشفتو هذك مكانش وان منشو بقواعده في ذيك الوقت سيحاسن هذي مسألة كندر نتم عرغو كيل ده بعرفتي هذك وان منشو بالقواعد العلمية منشو نعم منشو حسين وانا ستغرب وانتمنى انك تغرب ديني شوية غريبة سيحاسن ماشي الوان منشو ماشي غير skيتشات بدون ما تكون قنطار بينتهم البریج كما كنسما الناس الحرفان أصليا وانتا تلمد علي ديو البریج الوان الوان منشو بالعربية ماشي وان اعن اعن جوه par un ما تقصد بالبریج بالبریج نعم بالقنطارة من شخصية الى اخرى منشو منشو شخصية غير البار منشو منشو خديجة خرجات جا شخصية نعم نعم هذا المسألة في منشو يعني امر شوية كي يولي موزعيج هذين 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 سكيتشات مفرقة مكينش ديك القنطارة اللي كتربط ما بين السكيتش والسكيتش اللي مورا هنغبت كي تشرح لي ربما لاندي عاوز في الفان فالجانب اول لا يكون غير خيط رابط موجود وغير هو مينيماليست هذين ربما ما بين شليك هو خيط رابط موجود قنطارة موجودة هو الاكتور هو الاكتور ولكن الاكتور ما نحسوش بالآن ديالوكينا نزيد نوضح لك مثلا مثلا الأغلبية ديال اسماء اللي بدعات فالجانب الوامان شو مثلا الامريكيين ريشا بريع و جورج كالين مثلا من اللي يدخلك يقول ايام جورج كالين كتحس به جا يقدم العرض ديالو كيرجع بنفسه مثلا في سبكتاكل ديال كتدين لوتوك خيتيك السيحاسن لوتوك خيتيك يعني أنك ما توليش الإضحاك بانطلاقة من الآخر تلاقيت واحد الرجل واحد النهار مثلا كتولي أنا كنش في فتائعين السبع كنش في فتائعين السبع غدي ما يبقاش عندك هذا اللبس غتفهم لا هذي كنت حتغير النينجا منعه بأنه ما يمكنش تكون ما ينجد النقلة هذي لأنه لأنك تعرف أغلبش مقاش فلا نديروش لبوليميك أنا جيت من المصرح مهم شنينجا براسو ستا ستا هذي نطيح البيداء أنا بغين دو برجلية بغين دو برجلية لا هو نينجا براسو كان نكزيغسيس دو ستيل حينت أنا مشي فوكاي أصلا ان فوي مويست أنا جاي من المصرح وكنشتاغل عن الفوكاي مشي فوكاي إذن نينجا براسو كان نكزيغسيس دو ستيل وكنضن أن الدكتور غلالا كان تطور خدمت في غير تجريبة ما خدمش في الموهيبة نكار وعين سبع ستان في غستنداب لأنها تنجيت نعود ليهم قصة حياتي وكيفاش كنت عيشت شهرة وكيفاش كنت صغير ومليقريت ومشيت الحديقة للحيوان يعني أخيرا هذا قناعة نعم ما شي قناعة هم صنفين مختلفين كان أسمع لي كان أسمع تسمع دو بكال وان مان شو موضع نينجا كان هو الموضع كانت قاد كيدير الوان مان شو قاد حتى هو داز الستنداب أنا أنا بنفسي به الموضع داز الستنداب سوينا ولكن أنا رجل مصرح ممكنش نطلع ونتكلم بلا قناعة بلا شخصية ونتكلم السلام عليكم سمتي حسن الفد واحد النار كنت صغير غادي بحركة خرج الوالد ويجمع لا مشه ضرورة مشه دي اللي بغيت يرجع لأنه هو يعني هو اللي ركي يلعب هاد الشخصيات هاد الشخصيات هي اللي كينا دابة في عين السبع واقع هي اللي كينا في عين السبع وكان حفظوا الناس يمشي ويشوف عين السبع اللي ركي اللي عرته في كندا مؤخرا كندا في أوروبا في المغرب تبارك الله عليك وآخر سؤال بما ندوزل لابطي تانية بيتنسولك لابطي مسألة اللي انتم مية في المية تكون لحظتها وعينتها هنا في المغرب ما كنش تدريب مستمر في بولدا أخرى كين الكلاب كيكونوا ديترايا من 15 دقيقة مثلا وخيكون الفنان كبير مثلا حسن الفد ديال غولندا أو ديال ولايات المتحدة كي يجي رخصوا ضروري تدريب وكيكون قدام بزاف ديال الناس اللي كيمتهنوا نفس الحرفة دياله باش كي ياخدوا باش كي بقديمة ما كنش ما كنش ما كنش بزاف ديال ديال التقاليد اللي بقى ناقصانة في المغرب اللي كينا هي أصلا دابا ولاس كينا في فوكاها كينا في فلسميتو كينا واحد شوية ديال الصولي دا غيتيولات فهذا الجيل جديد جي حاجة مزيانة كينا أطور ما كنش موضارع فنيين مثلا ما كنش دو فري دو فري أجان ما كنش دو فري برودكتور اللي كيقول لك أجغلقك نت مع هدف وحد العمل فل المجال الكوميديا ما كنش دو فري دو فري حقيقي ما يالناس 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 ما كنش دو فري دو فري كيما قلت فالأول سا مرحب دو فري فرنسا المغرب كامل يعني شوية التجاريب نقوله الصراحة من حيط كيف ربما كين عمق ولي حيط الكم ما كنش ما كنش اغتياء أنا وقيل لقاع كيكون ما كنش هاد المسألة ديال تدريب مستمر لأنه ما كنش ممكنة خاصة وقيل كيكون لقاء مع الجمهور مباشر يعني ممكن الفنان يعني يكون الفنان فوما شو يتدرب في الجمهور تمام هذا كوالتدريب هو العرض يالي كنت تدرب في نينجا دائما لا وخالص يا حسن عرفت شلاش أنا أصلا مشيت يعني بهذه الحماسة كاملة علمان أن ورأ قلت بأنه العدد 20 مزيان أنا باللياز عم مشيت مزيان أنا غاضي معاكم خير كعب لذا نحو لأ أخرى سيحسن نحو لأ أخرى نحو نحو بعد لأ أخرى سيحسن الفت تضيف خاص في هذا العدد الخاص اليوم في ال-FBM عندنا هالا دوزيان بارتي تقدر أنت تسمعتيها في حلقة من الحلقة اللي من ذات لأ تختار الفخاز نختار الفخاز ولكن أنا نسو لك لا ندير لأ تختار لأ تختار أنا نسو لك والله خرج على عباد الله خرج في الحيط أخ نقول لك أنا نسو لك أنا نسو لك أجي بلال عندي سؤال لك سؤال الأول أنا عندما نسو لك كنت جاوبني قبل أنا كنت صنط لك وديني خاطري أنا نقرب الميكرو هاو نصرت وقاع شوف يشي ميكرو نديرو هنا في الحرق نديرو شي بوس ندخل هنا باش نه ندر وخ أنا نسو لك عندي لك ثلاثة الأسئلة سؤال ديالي مالك جاوبني خسني داروي نجاوب نعم باش نسو هاو لك جاوبني نديرو الحرفة ديالي كما نظن أنها ره خسد خسد دال أنا كمستامع مستامع واحد لوقيت كان سنتبيل المرميد دي كرونيك تحجبوني تحجبني لبيكولتوراليتي ديالك ما شغل البيكولتوراليتي ولك تقتح موحد عوالي مبعيد لنا وتنساج فيها ولكن سوصل ولكن هل جي هل جي جري لدي فورماسي بروفيسيوني ولكن كان نراحظ بعد المرات أن العمود العمود ديما يكون فيه الداتية الإنسان يكتبون أنا عمس الداتية وانا اشجي عندك وكن نحس بعد المرات أن أنا كان نصنط السينيما ورؤية ديالك السينيما جديد السينيما وحد شوية كان نصنط الخصام ديال بلال مع السينيما قلتي في بعض المرات في بعض المرات طبيعة نجاوبك نجاوبني شخصين كندر والله ألم جي كري ما فيريتی و پرسون نف لنانمیتی پرسون بلال موشموشکیل 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 هدو سالك تلمس انه ماشی سوقك تدير خدمتك وماشی سوقك واخ هنغردی دوانسولك سوال اخر صافي صافي هره فهمت فهمت دباري قولي بلال طفوله دیالك موشموشکیل موشموشکیل بلال وموشموشکیل بلال اسم فد اسم فد ما هو نصیبك من اسمك ووالله ملقی هدو کنسیده بعد ما دویدی 27 دقیقه زلیت قدر تجاوبنی داکر وخا سحسن نعم شکرا ما عشه لشتبالت بحیل اللہ سحسن نعم سحسن سحسن فد داکر عدد 20 من ال FBM عدد خاص مع فنان خاص كما فعلنا في العدد 10 كررنا تجربه في العدد العشرين معك سي حسن الفد تمنينا لو توفرنا على كل حال على فنانين كثر بقيمة سي حسن الفد فنان الذي يعتمد على القلم قبل أن يعبر للعرض أمام الجمهور هناك كثر للأسف تكاد تجزم بأنهم يعتمدون على القدم أكثر من القلم وبالتالي النتيجة لا يمكن أن تكون إلا سلبية أعانهم الله على وقد خطاياهم ودام لك اجتهادك وتألقك سي حسن الفد FBM chez nous on fait ça bien à la Midian إلا لسواء المعبال